أساتذة وعمال مركز التكوين الميهة نصري فقنوردين بعين ولمان جنوب ولاية الصطيف يدخلون في إضراب مفتوح بسبب ما أسموه بالمعاملة السيئة التي يتعمدها المدير والتي بلغت درجة السب والشتم دليل أقرف ضد المدير هذا لأنه أول مرة أحنا كنا استقبلتنا له والله كان جيد جدا يعني عادي إلا أنه أول اجتماع قام به معانا كان فيه تهديد مباشر والاستفادة مباشر تصرف التعوي السلبية واللا أخلاقية تجاه جميع عمال والأساتذة نهيك عن السب والشتم كذلك اتهامه للعمال والأساتذة بعملية سرقة دون أي مبرر يذكر تعد على حرمة بعض الأساتذة وخاصة منهم الإناث الأمور تعفنت بهذا المركز وبلغت درجة الانسداد ولذلك يطالب الأساتذة والعمال برحيل المدير رحت حرمة المركز هذا يعني يرجعوا يعني سلبي يعني لدرجة التي تتوقعها المطلب الوحيد تععمل المؤسسة الآن هو الرحيل الفوري والأكيد لهذا المدير إلى وجهها لا تكون قريبة معين من المدير التقيناه في مكتبه وصرح للشروق نيوز المحتجون مصممون على مواصلة الإدراء والوصاية لا زالت لم تتدخل بعد لإنقاذ هذا المركز من الغرنق